مرحباً بكم في الأبراج النجومية هل تساءلتم يوماً كيف تؤثر الكواكب على شخصياتنا وحياتنا؟ اليوم سنستكشف عالم الفلك المثير لنفهم التأثير القوي لزحل في برج الميزان ماذا يعني عندما يكون زحل، كوكب الانضباط والتحديات؟ في برج الميزان الذي يركز على التوازن والعلاقات؟ كيف يؤثر ذلك على تفاعلاتنا وشعورنا بالمسؤولية؟ تابعونا حتى النهاية لنحصل على رؤية إضافية خاصة لن ترغبوا في تفويتها العلاقات زحل في برج الميزان يسلط الضوء بشكل كبير على العلاقات الميزان هو كل شيء عن التوازن والانسجام وعندما يكون زحل في هذا البرج فإنه يبرز أهمية بناء شراكات قوية ودائمة هذا التأثير يشجعنا على التعامل مع العلاقات بجدية والعمل بجد للحفاظ عليها سواء كانت صداقة أو علاقة غرامية أو شراكة عمل زحل في برج الميزان يعلمنا أن نقدر ونستثمر في علاقاتنا مع الآخرين المسؤولية المسؤولية هي موضوع رئيسي مع زحل في برج الميزان هذا التوضع يشجعنا على أخذ واجباتنا الاجتماعية بجدية وأن نكون مسؤولين في تعاملاتنا مع الآخرين الأمر لا يتعلق فقط بفعل ما نريد بل يتعلق بمراعاة احتياجات ومشاعر من حولنا زحل في برج الميزان يذكرنا بأن كوننا مسؤولين في علاقاتنا أمر أساسي لخلق التوازن الدائم والاحترام المتبادل التحديات أحد أهم الدروس التي يجلبها زحل في برج الميزان هو تعلم التعامل مع التحديات في العلاقات هذا التوضع غالباً ما يجلب العقبات والصعوبات في الشراكات ولكن هذه التحديات تهدف إلى مساعدتنا على النمو من خلال التعامل مع هذه المشاكل نتعلم قيمة التنازل وأهمية أن نكون عادلين في تعاملاتنا مع الآخرين من خلال هذه الصراعات نصبح أقوى وأكثر نطجاً في علاقاتنا التنازل التنازل أمر أساسي عندما يكون زحل في برج الميزان هذا التوازن بين الكوكب والبرج يعلمنا أنه لا يمكننا دائماً أن نحصل على ما نريد وأن إيجاد منتصف مشترك أمر حيوي للحفاظ على الانسجام إنها عن تعلم العطاء والاستجابة لآراء الآخرين وإيجاد حلول تعمل للجميع المعنيين هذه القدرة على التنازل هي مهارة قيمة يمكن أن تؤدي إلى علاقات أكثر توازناً وإشباعاً العدالة العدالة هي خاصية أخرى مهمة توضحها زحل في برج الميزان هذا التوضع يشجعنا على معاملة الآخرين بالاحترام وأن نكون عادلين في تعاملاتنا إنها عن التأكد من أن الجميع يعامل بالمساواة وأننا لا نستغل أحداً من خلال كوننا عادلين نخلق بيئة من الثقة والاحترام المتبادل وهو أمر أساسي لأي علاقة صحية التوازن التوازن هو مبدأ أساسي في برج الميزان وعندما يكون زحل في هذا البرج فإنه يبرز أهمية الحفاظ على التوازن في حياتنا هذا التأثير يشجعنا على إيجاد توازن بين احتياجاتنا الشخصية واحتياجات الآخرين إنها عن التأكد من أننا لا نهمل أنفسنا بينما نكون حريصين على أولئك من حولنا تحقيق هذا التوازن يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانسجام والرضا في علاقاتنا النضوج زحل في برج الميزان يبرز أيضاً أهمية النضوج في تعاملاتنا هذا التوضع يشجعنا على التعامل مع علاقاتنا بمسؤولية ونضج إنه عن التحلي بالصبر والفهم والاستعداد للعمل من خلال الصعوبات بطريقة هادئة ومتزنة من خلال اعتمادنا على موقف ناضج يمكننا بناء علاقات أقوى وأكثر استقراراً الالتزام الالتزام هو جانب آخر مهم من زحل في برج الميزان هذا التأثير يشجعنا على أخذ التزاماتنا بجدية وأن نكون مخلصين وموثوقين في علاقاتنا إنه عن التواجد للآخرين والوفاء بوعودنا من خلال كوننا ملتزمين نخلق شعوراً بالأمان والثقة في شراكاتنا التعاون التعاون أمر أساسي عندما يكون زحل في برج الميزان هذا التوضع يعلمنا قيمة العمل المشترك ودعم بعضنا البعض إنه عن كوننا على استعداد للتعاون والعمل على جعل علاقاتنا تعمل من خلال التعاون مع الآخرين يمكننا تحقيق المزيد وخلق حياة أكثر سجاماً واستيعاباً الصبر الصبر هو فضيلة يشددها زحل في برج الميزان هذا التوضع يعلمنا أن بناء علاقات قوية ودائمة يتطلب وقتاً وجهداً إنه عن أن نكون صبورين مع أنفسنا ومع الآخرين وفهم أن الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون من خلال أن نكون صبورين يمكننا خلق صلاة أعمق وأكثر معنا الدبلوماسية كمكافأة دعونا نتحدث عن الدبلوماسية زحل في برج الميزان يشجعنا على أن نكون دبلوماسيين في تعاملاتنا هذا يعني أن نكون لطفاء متفهمين وماهرين في إدارة علاقاتنا إنه عن إيجاد حلول سلمية للنزاعات والتأكد من أن الجميع يشعر بأنهم مسموعون ومحترمون من خلال أن نكون دبلوماسيين يمكننا أن نتنقل بسلاسة وفعالية في علاقاتنا شكراً لكم على مشاركتنا هذا الاستكشاف لزحل في برج الميزان لقد تعلمنا كيف يؤثر هذا التوضع القوي على علاقاتنا المسئولية وشعورنا بالعدالة من خلال فهم هذه الصفات يمكننا أن نعمل نحو بناء علاقات أقوى أكثر توازناً وأكثر إشباعاً شكراً لمشاهدتكم سنعود قريباً بمزيد من مقاطع الفيديو المثيرة ذات الصلة بعلم الفلك حتى ذلك الحين استمروا في التأثير على العالم تذكروا العظمة لا تعرف حدوداً تأكدوا من ترك تعليق حول الصفات التي تتعلقون بها أكثر أو لاقتراح موضوع الفيديو التالي لدينا نحن نحاول الرد على كل تعليق تتركونه إذا استمتعتم بهذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك لمزيد من محتوى علم الفلك حتى اللقاء المقبل استمروا في السعي نحو النجوم